في المغرب دائما أعطى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي الانطلاق للشروع في استغلال مشروع جديد يروم تقوية تزويد مدينة جرسيف شرق المغرب بالماء الشروب يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المكتب الاستراتيجي الذي يهدف إلى تقوية تزويد بالماء الشروب بجميع ربوع المملكة ومخطط عمله الذي يهدف إلى تأمين استمرارية تزويد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة تطهير السائل في هذه الظرفية الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا وسيمكن هذا المشروع الجديد الذي تبلغ كلفته المالية 95 مليون درهم من القضاء على العجز في إنتاج الماء الصالح للشرب الذي بلغ 35% وتلبية الحاجيات من الماء الشروب على المدى القريب لسكان مدينة جرسيف الذين يقدرون بأزياد من 143 ألف نسمة خاصة مع حلول موسم الصيف ترجمة نانسي قنقر